هناك نجد أن تفهموا بأن إجراءات داخلية وإجراءات خارجية يعني أنت كتف وريدك سرالو أنك هكذا يعني تضرب وليس بلقا في ودشو تضرب مع بلنش شكون ولا منين عندك إجراءات تديرهم على مستوى المؤسسة وإجراءات تديرهم على مستوى خارج المؤسسة يعني قبل ما يكون طفل هذا تلميذ راهو شنو راهو إنسان سما قانون العقوبات يحميه حقوق إنسان عنده حقوق إنسان وفي نفس الوقت عنده حقوق تلميذ تدير رابور ولا طعن على مستوى المؤسسة في نفس الوقت على مستوى القضاء الجزائري في قسم الجونح ولا قسم مخالفات لدى المحكامة الإبتدائية لتابع لها أنت وينسان هذه الإجراءات لازم تديرهم وشنو بوثيقة طبية أكد بليتعرض الطفل اللي يضرب وكان لي وين وصرات حالات وين شهدتهم أنا شخصيا أنه أستاذ يعيط على طفل الطفل يروح للضربة بها يضربه ويدر بيسترتي فيك يقول لهم ضربه في المسيد سمحنا نقوله في شيخنا نقوله في هذا الكاذب وفتراءه وللأسف إحنا القانون شوي يمشي مع الأدلة ومع البراهن كان وين حالات الواحد يروح غلط وإستاذ يروح غلط سمحش هدت هذه الحالات بس كلها غالب طحفي ولي أمر ما يخافش ربي قبل كل شهده وحالات وين يصروا العكس وإستاذ أنه يضربوا على غفلة لينار ولا هذوك الزعافي فشوفيه يعطيه خلوا بلاكة وين يعينه تروح ولا حتى التسبيب علىها مستديمة في قانون الجزائرية أعتبر حتى أنه جناية وينقدر دخلك أستاذ الحبس خمس سنين التسبيب علىها مستديمة عينك تروح ولا تدور ولا نحن عندنا في قانون الضرر المعناوي الضرر المعناوي يقدر يديك حتى للحبس طبعا تسمى دوكان لسبب لك الضرر معناوي تثبته عن طريق بسيكولوج ولا بسيكياتر بشاهدة طبية تسمى ما لازمش نستخف بهذه الأمور ما رعناش بكري ولا في غابة اللي تنفح له يضرب ولا يقول ما تقول شو ما تضربش ديت حساباتك كان قانون كان الناس كما نقوله كان طحف مولفو الباب وانبارون ديلا فيش كيوي يجيب حقه ولا غري جلجرك بالعبارة الجزائرية طب أكيد أكيد أكيد